اهلا بكم تابعي قناة قعدة فيلم وحكايتنا النهاردة من فيلم ومغامرة وقصارة وقبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة لو لسه ما عملتش واتفعل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بنعمله بيبدأ فيلمنا في غرب امريكا مع تومي او السكين الابيض وده لقبه هو مش بيقتل ولا حاجة شاب امريكي ترابة مع الهنود والحمر وفي اول فيلمنا كان مسافر مع التعلب اللي هي خطبته الهندية وعد على بيت في الصحراء قاعد فيه كليم وبيشتري منه دقيق لما بيخرج من عنده بيلايه عصابة وشوية قطع طرق بيضيق وخطبته ولما بيحذرهم يبعدوا عنه ومش بيسمعوا الكلام وبيترياو عليه واول من قائد بتاعهم بييجي بيضرب عليه نار تومي بيتحاول لكتلة من الحماس وبيدافع عن نفسه وخطبته وهو ماشي على ايده وبيهجمهم في لمح البصر لدرجة انهم مش بيشوفوه ولا بيعرفوا ايه اللي بيحصل لهم وفي واحد منهم بيقولوا يكرر العمله علشان يشوفوه تاني وفعلا بيهاجمهم تاني ويعلقهم كلهم على خزان المية والعمود علشان ما سموش الكلام وتجنبوه بياخد خطبته على الحصان ويرجعوا لقبيلة بتاعتهم يحتفلوا برجوعهم بخير فبييجي راجل غني اسمه فرانكي يسألهم عليه بس القبيلة بتفكروا في الاول جاي ازيهم بس هو بيقولهم انه جاي لتومي وبيعرفهم انه يبقى ابنه وبيقضي معهم الليل وبيحتفلوا سوا الوضع مش بياجب تومي ومش بيكون فرحان بوجود ابوه بعد السنين دي كلها وبيقول لقائد القبيلة انه مش حاسس انه ابوه وانه ابوه الحقيقي هو قائد القبيلة اللي رباه وعلمه كل حاجة في حياته بس قائد القبيلة بينصحه انه يدي لفرانكي فرصة ويددي له الامان بعد ما الكل بينام بيسمع صوب برة فبياخد الاسلحة بتاعته ويخرج بس بيلايه ابوه والبرة وبيتكلم معاه وبيقوله انه طول العمر ده كان بيجمع في صروته وانه يعتبر عنده كنز دفنه وبيقول لتومي على مكانه علشان يروحه يطلعه سوا ويعيش اللي فات من عمره تاني بس تومي بيرفض في الاول ومش متطمن لابوه لانه كان بيعمله وحش طول عمره وهو اللي قتل والدته زي ما بيشوف احلامه فرانك بيحاول يقنعه وبيحكي له كل حاجة عن امه واول مرة قابلها فيها والنهار بيطلع عليهم وهم قادين بيتكلمه فجأة بتيجي عصابة من قطعة طرق كان فرانك شغال معهم بيسرقوا سوا وسيسروا القائد بتاعهم بيهددوا انه لو ما دلوش على مكان الفلوس هيقتل كل القبيلة واولهم ابنه اللي لسه مفرحش بيرجوعه له وساعتها فرانك بيقول لهم على المكان اللي دفن فيه الفلوس بس ده مش المكان الحقيقي هو قال لهم كده علشان يتخلص منهم دلوقتي لحد ما يروح مع تومي المكان الحقيقي للكنز ويطلعوا فعلا خطته بتنجح والعصابة بتمشي بس بيكتفوا فرانك ويخدوا معاهم علشان ما يضحكش عليهم وقبل ما بيمشوا فرانك بيقولوا يعيش حياته بعدها بنشوف تومي عمال يحفر تحت كل الشجر علشان يلاقي الكنز وينقذ ابوه لانه قال له انه دفنوا تحت شجرة سنوبر كبيرة وبيبدأ تومي رحلته وبيروح المدينة علشان يجند معاه اللي يقدر عليهم علشان يساعدوه لانه على وشك انه يدخل حرب مع العصابة دي واول ما بيوصل لمدينة الناس كلها بتستغربوا بنظرة عنصرية لانه شاب أبيض ولابس لبس لهنود الحمر ولما بيشوف حوض الماية بتاع الخيول بيشرب منه والناس بتستعجب أكتر بعدها بيروح لأول واحد أخوه رامون من أمي تانية وبيتفق معاة تومي انهم يصيروا البنك سوى علشان يدفع الفلوس لسسره قبل مائة الفرانك وبيرسموا خطة انهم يصيروا البنك سوى تاني هم بيروحوا البنك وأخوه بيشتت مدير البنك في الوقت اللي بيدخل فيه تومي من الشباك ويدخلوا القوضة اللي فيها الخزنة ولانه ما بيعرفش يفتح خزن بيعمل تركيبة من شوية حاجات موجودة في المكتب ويرميها على الخزنة تنفجر في لحظة ولما بياخد الفلوس منها بيشوف رسالة مكتوبة بتوجهها الأبو لانه طول عمره بيسرق من الناس والبنوك والرسالة دي من واحد بيهدده وفجأة بيطلع لهم دير البنك علشان يمنعهم من السرقة بس مش بيعرف يعمل حاجة أصاد مهارات تومي وسرعته وساعته أخوه تحت بيكون سادة باب البنك بالحمار بتاعه وبشوفه شاب تاني اسمه ليل بيت وبيروح يتكلم معاه ولما بيعرف انهم بيسرقوا البنك بيتعاون معاهم خصوصا لما بيعرف انهم التلاتة بأخوات وولاد فرانك بيهربوا بعدها ويروح يستنوا في الغابة وبيكون اتنين من قطاع الطرق بيرقبوا القطر اللي كانتهم وبيخطط علشان يسرقوا وأول ما بيشوفهم سرقوا الفلوس والدنيا تمام بيهجموا عليهم ويضربوهم وياخدوا منهم الفلوس بالليل بيخيموا في الغابة وليلبيت بيصدعهم بأسئلته وردوده الغبية ولما بيجوا يناموا مش بيعرفوا بسبب دبانة فرامهم بيحاول يقتلها ويضربها بالنار بس بيت الحصى للبيت بالصدفة تاني يوم بيكملوا طريقهم لحد ما بيوصلوا البيت مهجور في الغابة ولما بيدخلوا بيهجم عليهم واحد متوحش وبيحاول يقتلهم لأنهم يتعدوا على بيته بس تومو بيغلبوا وبيعرف منه أن فرانك يبقى أبوه هو كمان ولأنه مش بيعرف يتكلم بيسموه هيرم وبيتفقوا معاه أنه يروح معاهم علشان يسرقوا ويكملوا باقي الفلوس اللي هيدفعوها للعصابة وفي الوقت ده العصابة اللي تومي ضربهم فأول الفيلم بيروحوا للمكان اللي فيه القبيلة وبياخدوا خطيب طورهينة وبعد كده بيروح تومي وإخواته الثلاثة للمدينة يدخلوا النادي بتاع المدينة واللي موجود فيه قطع الدهب كبيرة متعلقة على الحيطة وهناك بيقابلوا اتنين من إخواتهم وبتكون المفاجأة لما بيدخل شاب بيسأل صاحب النادي حارس على فرانك وبيوريه صورة كان بيتجمعه مع أبوه وصاحب المكان بيقوله أن العصابة دي كانت بتاعدتهم وفي الوقت اللي فرانك رح في مهمة لوحده هو استغل الفرصة دي وعمل النادي دا واستصمر فيه فلوسه وفجأة بيتعصب هارس على الشاب وبيتخانق معاه وبيفرق بينهم شاب أصمر بيطلع هو كمان ابن فرانك كل دا وفرانك وكلهم متفاجئين من اللي رفوه وبيمشوا بس بالليل بيتجمعوا ويتطفوا وانهم يروحوا يسرقوا الدهب وبيعملوا خطة ويأسموا نفسهم من اتنين يشتتوا هارس وهيرم وداني بيكتف الحراس وينزل ضرب فيهم الشاب الأصمر بياخد الدهب ويربطوا في حبل في المدخانة علشان للبيت يسحبوا بس بيكون كبير جدا واش بيعد من المدخانة فبياخدها تاني ويطلع يجري وهارس بيشوفوا ساعتها وبيطردوا وهو بيضرب عليه نار لما بيخرج وراه بره بيشوفهم الخمسة ولما بيعرف انهم ولاد فرانك بيتفاجئ وقبل ما يضربهم بالنار بيجي رامهم فجأة من وراه ويضرب هارس على رأسه يطيرها من مكانها ويقتلوا بيسهروا بعدها في الغابة سوا يغنوا ويحكوا لبعض ذكرياتهم مع أبوهم ولما النهار بيطلع بيصحوا على كرة رامت عليهم فبيروحوا كلهم يستكشفوا المكان ويعرفوا مين اللي موجود وبيلاقي واحد اسمه ابنر بيدرب مجموعة على رامي كرة البسبول على أساس انه مخترع اللعبة ولما بيعرف انهم ولاد فرانك بيطلع انه كان صاحبه على معرفة به وبيعرض عليهم ينضموا لي ويلعبوا ضدهم في الوقت ده العصابة إياها اللي بيضطرد توم بيوصلوا لمدينة ومعهم خطبته بس هي بتغفل كيلي وبتاخدوا الحصان وتهرب وبعد شوية بيروح مدينة تانية وليت البيت العمدة بينفس فيه حكم الاعدام ويشنقه بس ليت البيت مش بيحصل له حاجة وبيفضل اتمرجح في المشنقة والناس متفاجأة ولما بيجي يضربوا عليه نار تومي بيقطع الحبل ويهربوا سوا بعد ما بيكونوا سرقوا مكتب العمدة وبكده يكونوا جمعوا الفلوس كلها وهيروحوا علشان يخلصوا أبوهم وتومي بيقولهم انه أبوهم هيكون مبسوط جدا لما يشوفهم فجأة وهم في البحيرة بتظهر للأصابة التانية وتسرق جزء من الفلوس ويهربوا بسرعة بعد ما داني بيفجئهم ويضرب عليهم نار وبعدها بيكملوا طريقهم على رجليهم بعد ما الأصابة سالة يدخلهم وتومي بيقولهم انه أبوهم مريض وممكن يكون ماد الوقتي وساعة هداني بيقولهم على سر كم يخبيه عنهم وهو انه كان الحارس بتاع الولايات المتحدة والرئيس مات وهو اللي شال الزنب وهرب من وقتها وبيقولهم هيرم على حل الموضوع الفلوس ده لان في واحد غني اسمه إيزيكل بيلعب أمار يوم عيد الحب اللي هو بكرة ودي فرصتهم في سرقة الفلوس بروح نتعرف على إيزيكل لما بيقابل اتنين منه شعر المشهورين ماركت وين وواحد تاني وبيروحوا ظروف بيته علشان يلعبوا مع أمار وبييجي ست إخوات متنكرين هما كمان كأنهم جايين حفلة تنكرية وفي الآخر بيوصل وايت آر بالمأمور وزعتها بيكون رمون في موقف لا يحسد عليه وبيخاف يتكشف ده بيخلي تومي يتصرف ويدخل هو كمان باستخدام السحر اللي تعلمه من الهنود وفي الوقت اللي بيكونوا بيلعبوا كل واحد منهم مركز فإنه يكسب بس إيزيك اللي بيتاريق على هيرم ولما بيخرج من القوضة ويروح المكتب بيروح وراه هيرم ويدربه ويخنقه رمون بيكون قاعد متفاجئ ومش على بعض الدرجة إنه بيقعد يلطم من الصدمة وفجأة تومي بيظهر وبنعرف سبب اندهاشه وبيأخذ الفلوس اللي هيرم سرقها من المكتب وبيخرج ويكملوه طريقهم وبيوصلوا في الآخر الجبل المستخب في العصابة وبيلاقيهم كلهم مدفونين في الرمل واللي عمل فيهم كده سيسرو ولما بيجي تومي واخواته ماشيين العصابة بتحيل عليهم إنهم يخرجوهم الأول وياخدوا فلوسهم تاني وتومي بيشتارت عليهم إنهم يسيبوا حياة الجريمة للأبد وبيوافقوا بيتتبعوا أثار عصابة سيسرو ولما بيوافق داني شوية بيوري لتومي صورة أبو اللي معاه وساعتها بيكتشف تومي إن العصابة اللي خطفت سيسرو هي عصابته في الأساس وإن سيسرو صاحبه وعلى إيدهم كلهم في الصورة نفس الوشمن اللي على إيد فرانك وبالليل تومي بيخلي إخواته نايمين وبتسحب ويمشي الواحد ويروح لسيسرو بعدما بيسيب لإخواته رسالة يقول لهم فيها إنه راح علشان ينتيم لأمه اللي أبوه تسبب في موتها وكمان علشان ما يعرضهمش للخطر ولما بيوصل المكان اللي فيه العصابة سيسرو بيهدده وبيضرب عليه نار بس تومي بيطلع الخنجر من جيبه بسرعة وبيرمي عليه يقسمه رصاصن الصين ويرشأ في دماغ سيسرو ويموته الوقت ده بيوصل إخوات تومي بيسندو لما العصابة كانتها تقتله بس فاجأة بنشوف العصابة التانية جايين مع أولاد فرانك وبيسندوهم وساعدها بيكونوا الطرفين متكافئين في العدد وقبل ما تقوم معركة بين الطرفين فرانك بيحل الموضوع بيخلي عصابته يمشي وينسحبه أحسن ما أي حد يتصاب أو يموت فرانك بيتعرف أخيرا على أولاده اللي عمره ما قابلهم قبل كده وبيسلم عليهم واحد واحد ويشجع كل واحد منهم بكلمتين ولما فرانك بيسأل تومي هيروحوا فين بعد كده بيقوله إنه فرحوا كمان يومين وهيبقى مبسوط لو حاضروا ويه في جنبه بس فرانك بيقوله إنه عنده شغل ومن هنا لهنا تومي بيقنعه إنه يروح معاه ويمشوا سوا ساعتها بترجع العصابة بتاعته ويقولهم إن اللي حصل ده كله والسرقة اللي سرقوها كانت خطة علشان ينضموا ليهم وما حدش يقدر عليهم وبيقولهم إن السرقة في دمهم ومش بالسهل إنهم يتجهلوها وبيهدد تومي بخطبته اللي بيكون خطفها علشان يضغط عليه بما إنها نقطة ضعفه وبيصدم أبو لما بيقوله إن شنطة الفلوس اللي أخدها دي كان المفروض اللي ياخدها سسره لإن تومي كان حاطت فيها ديناميت ولما بيعرف فرانك بيرمي شنطة بسرعة في اللحظة المناسبة وتنفجر في الهواء وبتقوم معركة بين الاثنين ورصاص يمين وشمال وفرانك بيدرب نارة على تومي ابنه بس الداني بيفديه وينقذ حياته ولما بيفوق تومي ويركز كده بيروح ورا فرانك جوه المنجم علشان ينقذ منه خطبته وبيقدر فعلاً يثبت أبوه على الحيطان وقبل ما يقتل أبوه خطبته بتقوله إن السكين الأبيض وبتفكروا بطبيعته أصله طيب وبيسيبوا متسبت ويمشي مع أخواته وبعد يومين بيعملوا الفرح ويتجوزوا في حضور القبيلة كلها وإخواتهم الجمعين بعد ما عرفوا وتأكدوا إن أبوهم كداب ورئيس عصابة وبينضموا القبيلة تومي ويعيشوا معهم في سلام ويتعلموا أسالي بحياتهم وبكده يخلص فيلمنا النهاردة لو عجبك دوس لايك واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد بنعمله ترجمة نانسي قنقر